طريق التنمية يعني سمعنا في بدايات اطلاق هذا المشروع يعني كان يتصدر الخبر موقع التواصل الاجتماعي اليوم ما عاد هذا مهم لن بعض الخبراء يقول ما يجي بجدوى اقتصادية وما نفعل العراض طريق التنمية ماضي بوتيرة أقوى مما كان في وقت الإعلان أقوى؟ أقوى مما كان في وقت الإعلان مر عشرة أشهر سيد فادي ما موجود على الأرض اليوم طبيعي لأنه تتحدث عن مشروع استراتيجي رح يقلب عاليها على سافلها كما يقال جيد رح يربط الشرق بالغرب ويربط الغرب بالشرق من مسارات نقل البضائع من مسارات أنابيب النفط والغاز والمسافرين إلى آخرين وإذا كانت بالسابق يعني بعض الدول مترددة في الانضمام له الآن تتدافع من أجل نجاح هذا المشروع خصوصا بعد الأحداث اللي صارت في البحر الأحمر وبشكلة وبآخر تأثرت فيها التجارة العالمية سيد فادي أنا سمعته يعني خبرات مصريين وغيرهم يقول لك يا با تجي الباخرة تطوق من ميناء تتحمل الباخرة على شاحنات تتحمل على قطار ولا أن توصل إلى تركيا وبعدين من القطار إلى شاحنات وإلى الموانئ هذا التفريغ والتحميل حتى البضاعات التي تتعرض إلى ضرر كما هي حتى البضاعع التي تمر عن طريق قناة السويس أي هناك طريق واحده لا هو مطريق واحده هما ستوقف بميناء أي هيا كل الدول عندها موانئ لا هيا كل الدول عندها شراكات مع دول أخرى تستقبل من عندها البضاعع بشكل بري بس تطلع لش كم دولة عندها ميناء أي معدودة صحيح الدول الأخرى هي في قلب القارات فهو كلها تمشي بيها يعني عن طريق البري سواء القطارات أو عن طريق الشاحنات مزيد بس طريقنا طريق التنمية هو طريق الأقصر والأأمن الأقصر والأأمن نعم الأقصر والأأمن والأرخص السؤال المهم مش وقت نشوف بشغل على الأرض والله نشوف احنا مقبلين على زيارة مهمة للرئيس أردوغان رئيس تركي أردوغان إلى بغداد واحدة من يعني لعله الملف رقم واحد لطبيعة يعني هذه الزيارة هو مشروع طريق التنمية وأعتقد أيضا سيكون فيه أعلان مهم يعني عند الزيارة